تشكيل حكومة جديدة واحد من ذوي الكفاءات ومصر لم تنضب ولن تنضب من الكفاءات الشبابية والخبرات في كل المجالات عندنا كفاءات زي الفل والخبرات والقدرات المتميزة وهي دي بقى اللي بنتكلم عليها فاكرين لما كنا بنتكلم في مجالات الأعمال وبنقول مصر ومبرح كنا بنتكلم على الججوبة ومش عارفوا في أي مجال وبنقول مصر محتاجة التفكير خارج السندوق الناس المبدعة الكرياتف ومن هنا يبدأ الإبداع من المسؤول تخالم يبقى مسؤول سياسي ووزير ومبدع في تفكيره آه قدرات البلد وتحدياتها قدرات يعني على قد المتاح وتحدياتها كتير هنا بقى يبنت قوة هذا المسؤول على قدرة رئيس الجمهورية عندي رئيس الجمهورية بيجري بسرعة 200 كم في الساعة وأكتر وفاتح الرابع والخامس ما يبقىش عندي مسؤول ماشي على الاربعين وعلى خمسين وبينهج ده اين ماشي عايز مسؤول مش تقليدي عايز مسؤول مبدع يلاقي حلول برا السندوق يساعد ايده في ايد القيادة ويستفيد وحطه تحت يستفيد دي خط واثنين وثلاثة وعشرة بدعم المواطن لدولته الدولة عليها تحديات آه الناس مستحملة آه فهم الناس وعي الناس خد الناس خطوة بخطوة زي ما الرئيس بيقول وخليه سند ما تخليش المواطن تايه فيقلب فيقول انا تعبت فيقول ويتساب بقى للناس يلعب بيها ومش كل ناس عندها نفس درجة لوعي كويس ونعمل تعمل على تحقيق العديد من الاهداف انا برضو حبيت معلش اوضح هذه النقط على رأسها الحفاظ على محددات الامن القومي المصري في دوق التحديات الاقترامية والدولية ودي حاجة مفروغ منها اللي احنا عايشينها وشايفينها وضع ملف بناء الانسان المصري وهي توجهات القيادة السياسية ايضا على رأس قائمة الاولويات وبناء الانسان المصري زي ما وضح الرئيس وقال الصحة والتعليم الصحة والتعليم فهو ده الانسان المصري ومواصلة جهود تطوير المشاركة الاساسية على صعيد ملفات الامن والاستقرار ومكافحة الارهاب ليعزز الانجازات الثقافة الوعي الخطاب الديني ترسيخ المفاهيم المواطنة السلام الاجتماعي كل النقط دي عندي واحد مدرك مسؤول مدرك لحجم التحديات مسؤول غير تقليدي مسؤول يتعامل مع الملفات بزكاء مسؤول يرى كيف يوجه رئيس الجمهورية وكيف هيأخذ هذه التوجهات وهذه الاستراتيجيات من رئاست الجمهورية ومن مجلس الوزراء ويطبقها ويوصلها للشارع فالمواطن يبقى فاهم في حاجة تيجي عليه شوية متك عليه عارف ان فيه ضغوط على البرد فيستحملها بس وهو وانا بضغع تاني في الحتة دي بريحه في حتة تاني اللي في ايدي مش عايزين قاعدة مكاتب عايزين نزول وعايزين نبقى جنب الناس وقريبين من الناس وشايفين نبقى